موسيقى موسيقى مرحب بكم نزل كل اليوم جيدكم تحلية للعشوية تعمل 66 كيف أم بلوس أخفيفة وبنينا برشة و للضيافات حاجة اتنواركم اليوم حضرت لكم الباري بريست بشيكون بكريم بنوازيت وحضرت فيها زيدة الشوكولات وتنجموه تعملوه سامبل فني فقط ولا اي نوع فيك يا انتو ما اتحبوه وتشتهوه وبتابعة الحال وريدكم كل شي بالتفصيل المفصل اذا كان عجبتكم الوصف عن اليوم اقعد معايا وتبقى للاخر واول حاجة بش نبدو في تحذيرها هي البتاشو السهلة برشة بش نستحقوه 125 مليلتر من الماء ماء برد عادي عليهم 125 مليلتر من الحليب نفس كمية الماء هو بضو كمية الحليب يعني بناتهم 250 مليلتر وبش نستحقوه عليهم 150 جرام من الفارينة تكون مغربة 100 جرام من زبدة زبدة حيوانية عادية 4 كعبت متعظم يكونوا متوسطين للحجم وعليهم بش نتحقوه مغرفة كبيرة من السكر حبيبيت ورشة صغير ونمتع ملح بش نعادلوا بها المذايق وتوا نتعادلوا للطريقة اول حاجة بسم الله بش نجي في مقلة هكيه مطلع الساقش وإلى في تنجرة اي حاجة مترفرة عندكم حتي تفيها كمية الماء والحليب والسكر والملح ونكمل نضيف عليهم الزبدة يعني كل شي ما بعضه سيه البرشة ونحاول هكي نحركهم الكل ما بعضهم على درجة حرارة تكون متوسطة نحلوه كل حبيبيت متع السكر والملح ومعهم زداء الزبدة تبدأ بمفعول الحرارة تتحل تدريجيا حتي كشلين يولي اكل خليط هذك يسخن شوية ونضيف عليه كمية الفارينة الكل بالنسبة للفارينة راه ضروري على الاخر تكون مغربة من قبل وبعد ما نكملو نحطوها نبدأو نخلطو بشوية بشوية بسباتيو الكيمهاكية وتدريجيا نبدأو نحلو فيها المرحلة هذيه مهمة برشة لازم يكون الحرارة امتع القزم تاعكم منخفضة على الاخر او كتخلطوها بشوية بشوية اتدخلو فيها الفارينة اتحلو اكلك عابر هذوكم وتلمو وتعودو تحلو وتلمو وتعودو تحلو بالطريقة هذيه العملية هذيه ما تفوتش الخمسة دقايق بالضبط نحاولوها كي نلموها ومبعد نحلوها بالطريقة هذيه بشكل شاي متزجمة بعضو وما عادش نراو حتى كعبة متع فارينة تبدأ ظاهرة يعني الكلها تولي عنا عجينة متماسكة وفي نفس الوقت زدها تريع اللخة كي ما تلاحظو لهنه ديجا اما فعول الحرارة يبدأ هكيك البخار يطلع حشنا بكل ميز زيد اللي في وسط العجينة لكله يتنحى نخدموها كيما هكيه وما نخفلوش عليها بش متشد النيشة من بعد نجيو في صحفه كيما هكيه تكون ضايفه بش نصبو الكونتيته الكلها ونجيو بسباتيول ولا بمغرفه اللي متوفر عندكم ونحلوها على كامل الصحفه متاعنا نحلوها بالطريقة هكذيه بش هكيك فيه سا في سا ما تبردنه لانه العظام نحطوه من بعد وقت اللي تكون باردة بش العظام ما يتيبنيش في وسط الخاليط نخليوها ترتاح مدة انصائف ساعة ونبعد نرجو لها وبعد ما برد الخاليط كمبليتمون باش نجيبتوها العجينة متاعي تنجموره تستعملوا حتى مضرب كهربائي يدوي وإلا تستعملوا الماكينه هذيه ولا تستعملوا حتى اسباتيول فقط لكم حرية الاختيار حاجت الكميه الكلها امتاع الخاليط هذيكه او العجينه اللي حذرناها وجيت الهناي على جنب انفقص في اربع كعبيت امتاع العظام انفقصوهم على جنب خطر لازمنا نركضوهم مليح مليح باش يمتزوا مبعادهم وباش نبديو توا نخدمو في الخاليط تأمتاعنا ساهلة برشا راهو خليوها تمشي هكيه على درجة تكون عالية شوية ونبديو انضيفوها في العظام تدريجيا ديجا اكل الخاليط هذيكه يبدي يتحل بشوية بشوية حتي كاشين تحصلوا على خاليط مايكونش سي البرشا في نفس الوقت زاده مايكونش عاقد برشا نخليوها تتخدم شوية ما حاشنش بيها بشي تخدم اكثر من لازمة يلسو في لكلهم يمتزجوا مبعادهم ويرطاب معانا الخاليط وقتها نقصو عليها وكما تلاحظو هذيه هي النتيجة الي تحصن عليها فتاشو تعمل ستة وستين كيف بنفس طرحو العجينة هذيه تنجمو تعملو بها لشو وتوا حتيت الخاليط المتاعي على الجنب وجبت التباقي يكون في بابي كويسان ضروري عالاخر بش هكيك الكعبات مايلسقونيش وجبت لهناء القالب دائري كما هكيه بش يجيوني مرتوبين ومزيانين او كي يجيوني كلهم قد قد وتنجمو بتبيعه حتى تقمروا بكيس وإلا تنجمو حتى تستعملو صحفة والحجم اللي تحبوه انتم انا بش نعملو هكيه احجيم متوسطة تنجمو تعملوهم اصغر تنجمو تعملوهم حتى كعبة فقط لكم الاختياء وبتبيعه نقل بو الورقه امتاعنا بش هكيكه ما نحطوه هش ديغاكت على استيلو ولا على قلم وبالنسبه للدوي متاعي اللي بش نستعملو هو هكيه يكون مشارشف النمرو متاعو 9FT وتنجمو تستعملو اللي متوفره عندكم بطبيعة الحالة وتوا مقعد كين بش نعبيو البوشدوي امتاعنا نحطو كما هكيه ماذبينة في كيس ولا اي حاجة توفره عندكم تكون غارقة بش تسهل عليكم العملية وكل شي يكون على نظافة ونبدأ ناخو في هكي الخاليط هذيكه ونحطوه بالطريقة هذيه العملية هذيه تسهل عليكم كل شي وفي نفس الوقت زيده اكل خاليط من بعد من البوشدوي ما يخرجكمش على بره اللي مها بالطريقة هذيه وتوا مقعد كين بش نشكلو بش نجيو في التباق وبطبيعة نحاولو هكيه نتبعو اكل خطوط اللي يرسمنيهم بش يجيونا مزيانين ومرتوبين وحاولو زيده ادخليوهم ابعاد على بعادهم شوية خطرهم من بعد بش يتنفخو يضعف الحاجم امتاحهم ويطلعونا بالجديد بشوية بشوية نحاولو نرسمهم بالطريقة هذيه ويجيوني يسريس المحليهم وماذا بيكم زيده خليوه كالشكل الدائري الى حلو وفي الاخر اعملو كالتسكيره هكيه وماذا بيكم زيده الغلض متيحه يكون الكل هم قد قد على طرف الكل يعني من غير ما تجبدوه الى اتحاركو الى البوشدوي متاعكما او كالجسد اتبعو اتباعو بالطريقة هذيه وتوا بعد ما كملت حذرتهم وشكلتهم مقعد كيم بش ندهنوهم من فوق باسفر بيضاء خلطها مع شوية ملح ليب ندهن بها كيمه هكيه من لطرف الكل ومن فوق بش هكيكه جينا من بعد اللون متيحه مزيين وبش نزينوهم زيده باللوزاليه بتبيعه ماذا بينا اللوز يكون مهوش طايب خطر دجاب بش يزيده يتيف الفور وهذيه من بعد اوتوماتيك مو يحمرنا من فوقه او كماذا بينا نستعملو افلي دامون بش عطيه منظر مزيين ويجيو يسر يسر احلوين وندور عليهم الكل ونحطها كيم الفوق وشوية على جنيب مش برشة ماذا بينا جوست هكا ملفوق نزينو بيها بشكل على جنيب من بعد يبتظاهر الزينه هذيكه كتشرشيفه متاع الكعبيت وفي نفس الوقت زيده بش ينتفخوا بالجده ويجيونا من داخل فرغين يعني مرزنوش عليهم برشة برشة كملتهم الكل هكيكه بنفس الطريقة بالضبط وبتبيعة نجم ورات خليهم حتى من غير لوز ما فما حتى مشكل لكم حورية الاختيار وهذو ما الكعبت الكل بعد ما كملت زينتهم الفوق توا مقعد كين بش نهزو انطيبوهم في الفرن ولازم الفور اتشعلوه بالمسبق على درجة حرارة مية وسبعين درجة نشعلو عليهم من الفوق ومن لوتا وبش نخليهم يتيبو بين خمسة وثلاثين لاربعين دقيقة انتوما والقوة متاع الفور متاعكم يلسو في ريتوهم احمر وقطابو شوية وانتفخوا وقتها انقصوا عليهم ونتعدو توا انخطوهم بش نحضروا الكخيم متاعنا اللي هي عبارة على كخيم مسلين مش نستحقوا مقدار 500 مليلتر ملح ليب يعني نص سترة متاع حليب عليها 50 جرام من شاي معاها 100 جرام من السكر حبيبيت ونستحقوا زيادة زوز اصفر من البيض زوز باكويت من السكر فاني بشعة مطعم اونو كابلينة رشا صغيرونا متاع ملح ليعادلنا المذايق ونستحقوا زيادة للزبدة مقدار 200 جرام تكون على درجة حرارة الغرفة وتكون زبدة حيوانية وتواب نتعدو نحضروا الكخيم باتي السيخ باش نحطوا كعبتين العظم نضيفوا عليهم السكر والسكر فاني ورشة الملح وبتبيعة هذية الكلو على البارد ما نشعلوش على الجاز انخلطوهم مبعادهم بالطريقة هذية باش يتحللنا اكل عظم شوية ويفتحلونه شوية من بعد نضيف عليهم كمية انشاء الكل اللي هو مقدار 50 جرام ونضيفو زيدة كمية الى حليب الكل وفي المرحلة هذية انخلطوهم الكل مبعادهم على البارد السوفيت حالا شي وقتها نحلو على الجاز ونخليوها تضيف تدريجيا حتي كاشين تلاحظوا بالطريقة هذية تعقاد بالجدي بالجدي والتيبنا الكريمة متاعنا وتواب مقعد كين باش نحطوها في صحفة ضيفة كيما هكية انفرغوا الكلتة الكلها ونستويوها هكية من فوق وبيش نغتيها نجمو تغتيوها بالبابي سيلوفان اذا كن مش متوفر انا فار اكزامبل وفيلي جدت بابي كويسون كماشتها بالطريقة هذية وغتيت بها من فوق سهلة برشة المهم لازم يمس في الكريمة متخليوهيش تكون هكية من فوق كهوا سينارا هي الكريمة تطلع لكم القشرة من فوق ومتخليوهيش ضداء معارية المهم يكون يمس فيها وبيش نخليوها لين تبرد كمبليتما حطوها في الفرجيدير باش فيسعة فيسعة تبرد لكم ونبعض نخرجوها ونكملو نحضرها وتواب بعد ما بردت الكريمة كمبليتما كيما تلاحظوا الهنية والتي تقالب واحد وتمسكت بالكديه جبت الهنية في الماكينة وتستعملوا حتى مضرب كهربائي يدوي عادي نخدمها شوية باش ترجع لنا كريمة كيما كانت ونجيب الهنية الزبدة كيما تلاحظوا الهنية لازمها تكون على درجة حرارة الغرفة وردو بيتكم تحطوها بردة سينارا هي الكريمة تكعبر لكم ونحطوها كيها تدريجين وقت اللي هي دجا قاعدة تتخدم أو كنضيفو الزبدة بشوية بشوية حتى يكشلين تمتزج في وسطها نخدموها مدة خمسة اتقايق المرة الأولى من بعد نقصو عليها نحاولو نهبطوك الزبدة كيها على جنيب ونرجو نخليوها زادة تتخدم اكثر واكثر كيكا جينا الكريمة أخفيفة تشرة في المرحلة هذي نخليوها تزيد تخدم عشرة أدقائق أخرين وتوى بش نكوها تحبو تنكوها بالشوكولات بالبوفريوة أي فيك يتحبوها إن أخذت بوفريوة بالقشرة عرشتها ورحيتها لي نوليت بالطريقة هذي وسيبت الزيت متاحة وبش نضيفها للخالي هي كيكا جينا كريمة بنوكهت البوفريوة وتجيب بنينا تشرة نحطو منها الكونتيتي اللي حشنا بها وماشاء الله جيتني كريمة ولا أروع ونخليها تتخدم بالكديه بالكديه بيش حتى كل بوفريوة هذيكا تسيب النكهة في وسطها وكيما تلاحظو هذي الكريمة بتاعنا بعد ما حاضرت ما شاء الله جيت ياسر ياسر بنينا وفي نفس الوقت ما تكونش جارية وما تكونش زادة متماسكة أكثر من لازم جينا الكريمة تعمل الكيف وهذو ما الكعيبة تمتعنا بعد ما حاضروا وطابوا ما شاء الله جيت وإشاره وحمروا في حقهم انا ديجا عملت ستة كعبت هذوكم بالكونتيتي هذيكا راي طيح لكم ستة كعبت وزيت عملت زادة كونتيتي أخرى حابيت نوريكم كعبة عن قرب نشتراوها كيفش طلعت لازم تنفج بالكدي 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 بالطريقة هذيه ومقاعد كين باش نحللكم وتشوفوا من داخل كيفش لازمها تطلع معانا راهو الباغي بغيس كما تشوف بالضبط لازم من داخل يكون منقب ويكون خفيف بالطريقة هذيه ومشاء الله ولا أروع حابيت نوريكم كعبة هكاية عن قرب حلتها بيدي اللي شايفيت مسوها هكاية تتحل معاكم ومن داخل تطلع فارغة الشارع نحلكم زادة كعيبة أخرى باش تزيدوا تشوفوها من داخل كيف جيت معانا لازمها تجي لكل هكاية ما تكونش فيها أعجينة وما تكونش ناية من داخل وتكون زادة أخفيفة برشا وكملت حاليت الكعبة الكل هكاية بنفس الطريقة ككل كعبة نحلها نخليهم هكاية فوق بعظهم باش من بعد كين عبيها بالكخيم نعرف انيه الكعبة وقتها توا مقاعد كين باش نعبيوها بالكخيم وكي ما تلاحظوا الهنية بديت بالكعبة بالكعبة انا عبيها كي ما هكاية نعمل الكوش لولانية او كنعملها اغليظة على قد الكعبة بالضبط استعملت دجان لفس الدوية هو بيدو نحاول نمليها بالكده بالكخيم من بعد حاجة اضافية من عندي زيت الشوكولات في الوسط نجمه تضيفه وتنجمه لا تضيفه لكم حرية الاختيار نجمه حتى تحطه بخلينين وزيت اعلى شليه تتماشى معها زيته بالكده بالكده ومن الفوق نرجع نكمل نغطيها بالكخيم خطر كي ما تعرفوا البغيبغيست لازمها تكون عالية ما تكونش يسر يسر واتية المهم نكمل نعبيهم الكل هكاية ومن بعد رجع عليهم الكعبة من الفوق وكي نجي هكيه على جنب كمالا زينهم بكعبة متاع بوفريوه بش يعطيه هكا منظر مزيين ويعطيه غابيل على الجوم متاع البوفريوه اللي عملناه وتنجمه زيته حتى تحطه شوية هكيه من البوفريوه المهاروشه من داخل بش تبدأ فيها تجرميشه اما بويسك انا عملت اللوز من البرق دونك اوتوماتيك ما بش تجي فيها تجرميشه تشاره وبتبيعة ما ننسيوش الرشا متاع السكر مخاور اللي متعارف عليه في الباغي بغيس بش يعطي تكون تخص مزين ويبنن زيده ومن الفوق كمال زيده زينتها بكعبة متاع بوفريوه وهذه النتيجه ما شاء الله جيوناك عباية ياهم و 66 كيف نودكم و لنشاهيكم ما تنسيوش بتبيعة بش تخليهم يبردو في الفرجيدير اقبل ما تاكلوهم وبالحق من اروع التحليات اللي تجربوها جربوها وتفكروني خاطر يصير خفيفة وهذه كعبه حبيت نوريهكم عن قرب بش تراول منظر متاحه كيفاش نجينا بنا ولا اروع قولوا لي في كومنتيخ شنو رايكم في فكرة اليوم نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وعطيتكم التفاصيل لكل ونشوفكم في فيديو جي باي باي